يا مرحبا يا اهلا ويا شهلا يا مرحبا الصوت تمام خلاص عرفت ان الصوت تمام اخباركم لي كثير مش منزلة لايف صراحة شتقتل اني اشوف هذا الجمهور العظيم انا احس لما اسوي لايف كأني رحت اليمن ورجعت اقابلكم في اليمن ورجعت كأني اشوفكم وجه الوجه حرفيا هذا شعور عظيم جدا ما اخدر اوصفه بالكلمات المهم اتمنى انكم تكونوا بخير اتمنى تكون سنة جديدة سنة طيبة عليكم وخير علينا وعليكم واحييكم تحية اهل الجنة يوم يدخلونها بسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه انا امل دائما وابدا اقولكم ان شاء الله تكونوا سعداء بحياتكم وسعداء بجدول اعمالكم كانت سنة سيئة علينا سنة عام 2020 لكن ان شاء الله هذه السنة تكون كلها خير واعتذر كل الاعتدار عن تأخيري في السوشال ميديا الحقيقة اني حاولت اني اتجنب السوشال ميديا عشان امنع اي اذى يحصل لعائلتي وهذا اللي انا ما اطلعت اقوله سبب تغيب عن السوشال ميديا لكن للأسف رغم توقفي عن السوشال ميديا طوال الخمسة اشهر الماضية الا ان عائلتي ما زالت تتعرض للإهانة عائلتي ما زالت تتعرض للإذلال من قبل ضعفاء النفوس انا اتمنى منكم وانا مش دائما اطلب منكم اشياء اتمنى منكم انكم تشاركوا هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن عشان نوقف هذا الجماعة نتسلط وانا تستخدم شلطتها في اذية الاخرين ونشر فكرة الكراهية والعنصرية والتعالي على الاخرين اليام حابة اني اطرح عليكم قضية مهمة اتمنى منكم تتفاعلوا معها اتمنى انكم تعطوها اهتمام اه وانكم تتضامنوا معها وهي قضية قضية الطعن في النسب الكل يعرف الان ان احنا اصبحنا في عالم الكون فيه قرية واحدة اه صوتا مستضعف الشخص البسيط في القرية اصبح يصل صوته الى العالم من خلال السوشال ميديا السوشال ميديا طبعا ثورة فكرية كبيرة جدا اذا ما اعجبك كلامي او اذا ما اعجبك منشور اي شخص من الطبيعي انك ترد عليه بنفس الفكرة او نقيضها اذا ما عندك رد سواء انك تتخطى الفيديو او تنتقل من منشور الى منشور اخر وينتهى الامر هذه بكل بساطة او انك ما تدخلش صفحته بالمرة لانه انت ما تشيش تسمع له طبيعي او انه لما يظهر لك الفيديو لا تضغطش عليه لانك انت مش حابب تسمع له ومش حابب ترد عليه بس انك تحول رايك وافكارك الى عداوة وتهجم واساءة وتروح وتؤذي اهلي وعائلتي وتطلب منهم انهم يتبرقوا مني بالقوة وتذلهم وتهددهم بالدم يعني ما ادريش اقول غير انه عيب عيب اللي حصل هذا امر مؤسف للغاية وشديد الاهمية لانه ما يصدر الا من افراد متطرفين جهلاء اغبية عاديمين انسانية اصبحوا مفلسين ثقافيا واجتماعيا ويعتمدوا على العنف والكراهية والجهل والتخلف يعني انا هنا في السوشيل ميديا اتحدث باسمي انا اخاطب جمهور كبير باسمي انا امثل نفسي انا ندل اهدل امثل ندل اهدل فقط انا امثل ندل اهدل فقط كل رأي في صفحتي اكتبها وتمثل ندل الهدل لا تمثل القبيلة لا تمثل القرية ولا الاسرة فاذا ما عجبت حديثين تقدر تناقش تقدر توضح حديثك وافكارك في التعليقات تطلع لي حتى فيديو ناقشني وطلب مني اناقشك انا ارد عليك وانت ترد عليك وانت ارد عليك هكذا يصبح اسراء النقاش اسراء النقاش هي ثقافة اجتماعية راقية بهذه الطريقة وهي تعبر عن مستوىك الثقافي والاجتماعي وأنا أعبر عن مستوى الثقافي والاجتماعي لا سب ولا شتم وإذا ما عندك رد لي أنك تديه لي يا بتعليق يا في فيديو تقدر تتخطى الفيديو بكل سلام أو المنشور لفيديو ومنشور آخر وينتهي الأمر لكن أنك يوصل فيك المواصل إلى أهلي وعائلتي وتهددهم بالتبرؤ من ندى الأهدل أو ترفع عليهم قضايا في المحاكم بتغيير لقبهم من بني الأهدل إلى لقب آخر لأنه فقط رفضوا يتبرؤوا مني أو رفضوا ينفذوا أوامرك يعني هذا الأمر يعبر عن حقارة وخفة عقل وضعف الحجة لديك ما عندك أنت حجة مثل هذه التصرفات إلا من أشخاص همج وسطحيين ما يملكوا أي قيم اجتماعية وثقافية أصبحوا مفلسين محبطين اجتماعيا أنا مش الوحيدة لا يعرف عائلتي ولا عائلتي إخواني وخواتي هم الوحيدين أنا عندي سبعة أعمام كل عام من أعمامي لديهم أبناء وأطفال بعضهم معاه أكثر من عشر أطفال بنات وذكور فعيب عيب تهددهم وتروعهم بتغيير لقبهم وأنك تلغط عليهم بأنهم يتخلوا عن أبناءهم ولقبهم لقبي أنا مش اختياري وليس اختيارهم إن نحنا اخترنا إن نحنا نكون من بيت الأهدل ولا يمكن يأتي يوم من الأيام أني أنا أفتخر من إني من أسرة كذا ومن قبيلة كذا ومن سلالة كذا إلا إذا كان من باب السخرية فقط لأن اللقب مش من اختياري عشان أفخر فيه أو أغيره أنا ما عملت إنجاز وأصبح عندي لقب الأهدل ألا لم أخير فيه لما ولدت أنا غصبت في أني أكون من هذه القبيلة أول ما ولدت فلا فرق بيني وبين أي قبيلة مهما كانت صلطه إلى النهاية لا فرق بين قبيلة وأخرى إلا بالنجاح والعلم اللي يملكونه يعني حتى ربما يأتي شخص من قبيلة بسيطة جدا يعني مش معروفة كثير يعني قبيلة صغيرة يصعد أحد أبنائها بعلمه وثقافته ويصبح رئيس الجمهورية ويحكم اليمن بعدي يصبح الشعب كله فخور فيه ربما قبيلة أخرى صلتها بالأنبياء وبالملكة بالقيس وا 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 وتصبح مهم شي يوما ما هذا الأمر عاجي جدا هذا مش بسبب أنه هذا نسبه كذا وهذا نسبه لا هذا النسب لا يزيد ولا ينقص ما ينقص من الشخص ولا ثقافته ولا حتى فكره من يفخر بالنسب ناس فاشلين في الحياة ناس فاشلين ناس عنصريين يعبر عن كبرياء ويتعالى على المجتمع بشيء ما صنعوا هو ولم يختاروا إنما صدفة الحياة يعني هذا الشخص يتكون فاشل في الحياة فاشل في عمله فاشل في علاقته مع عائلته فاشل في إنه يكون شخص مؤثر في الحياة فتلاقيه إنه حصل على صدفة إنه من بيت كذا كذا يصير يفخر فيه عند العالم طيب أنت ما صنعتوش أنت ما تعبتش عشان تحصل لهذا اللقب أنت أولدت فيه يوم ربما أنت كنت أولدت في قبيلة أخرى ودولة أخرى أنت مش من حقك أنك تفخر فيه افخر بالأشياء اللي عملتها في حياتك الفخر بالنسب والقبيلة أسلوب عنصري مقيت أنا لا أقبل ولا أدعي ولا يحق لي التعالي على أحد وكل القبائل سواسي أمام بعض ولا أفضلية على أحد إلا بالعمل الصالح إلا بالعلم والعمل وربما أيضا بما يقدموه لشعبهم ووطنهم والأبناء الموجودين في القبيلة لكن أنه يتم إهانة القبيلة أو يتم إهانة الأسرة والضغط عليها بتغيير أوراق عائلتي وشهادت ميلادهم وجوازات سفرهم ويتم إهانتهم بين المجتمع بسبب أن أبنتهم ناشطة حقوقية أو لأنها تظهر على السوشيال ميديا فهذا مش فقط إهانة بحق عائلتي أو بحق كل فرد موجود في عائلتي هذه إهانة بحق اليمنيين كلها لأن تروج للعالم أن الشعب اليمني همجي ومتخلف وأن الشعب اليمني يمارس العنف والعنصرية والجهل والتخلف على بعض والبعض ويسبح العالم لا يتعاطف مع أي جرائم تحصل في اليمن وتسألوا ليش؟ ليش؟ لأنه أخذ انطباع بأنه شعب غجر ومتخلف ما يستحق الحياة ولا يستحق السلام وهذا طبعا تماما خطأ حتى لما نحن نظهر في السوشيال ميديا أنا لما أظهر أحاول أتناقش معكم بأفكار هذا تسويق بأن اليمنين مثقفين وتعليمين وتحضرين هذا تسويق بأن الشعب اليمني يقبل بالرأي والرأي الآخر ويجب مناصرته وإيقاف الحرب ويجب أن يكون لديه حياة كريمة لأجل قادمة وأنه شعب يحب الحياة ويحب السلام هذه هي لما نطلع احنا بالسوشيال ميديا نحاول نحن نشارك أفكارنا فعشان كذا أنا أطلب منكم أنكم تضامنوا معي وأنه يتم محاسبة الأشخاص اللي يحاولون أنه يبثوا الرعب والقلق بين عائلتي الكريمة واللي ما لهاش أي علاقة باللي أقوم على السوشيال ميديا لأنه هذه هويتي وما يمكنني أغير هويتي ولا يقبل في أني أغير نسبي كل شخص منكم كل إحنا اليمنين عانينا من جواز السفر اليمني جواز السفر اليمني يعني الواحد يتمرمط عشان يدخل فيه دولة عربية وجواز السفر يعني ما يدخلك أي دولة إلا بعد تعقيدات وصعوبات كبيرة جدا يعني هل المنطق في أنك يجي يوم تلعن الجواز اليمني وترميه؟ يعني مش هذا حل إنه لو رميت الجواز اليمني إيش بتطير؟ بتصير بلا هوية بتصير واحد ما عنده هوية ما عنده جنسية العالم ما يعترف فيك يعني ترفيك بلا هوية كذلك أنا لو غيرت لقبي رح أصبح بدون هوية وهذه هويتي بنستعب أني أغيرها أو إجبر عائلتي على أنهم يغيروها لأنها هويتي يعني دي حطوا مكانكم أو حطوا نفسكم بمكاني أن تجالس مع عائلتك وأطفالك بأمان فجأة يجي لك أمر من المحكمة أنه تغير نسبك ولقبك وتغير كل الوثائق والجوازات وسفرك أو جوازات سفرك لأنه مثلا ابن عمك أو شخص من عائلتك فتح قناة على اليوتيوب أو حساب في الفيسبوك إيش رح يكون شعورك؟ كيف رح تصبح حياتك؟ إيش دخلك أن في أمر أنت لم تختاره ولم يكون لك يد فيه؟ إيش دخل أولادك هؤلاء الصغار أنهم يكبروا بلا هوية يكبروا بلا نسب؟ يعني هذا مش ظلم يعالم المجرم المجرم اللي يكون رقبته قد حكم عليه بالإعدام اللي يرتكب جرائم قتل ويرتكب فساد في الأرض لما يحكم عليه بالإعدام أو يقتل ما يأخذوش نسبه لم يطالب أحد بنزع لقب أو نسب أحد من المجرمين ويموت هذا المجرم هو يحمل نفس اللقب ونفس الاسم وهو مجرم قاتل يكتب حتى على قبره اسمه واسم لقبه يصل الأمر إلى ناشطة حقوقية يصل الأمر إلى ندى الأهدل يتم إهانة أهلها وتهديدهم بالقوة من أجل أنها تتخلي عن النسب يعني هل فعلا هذا يرضيكم؟ هل فعلا هذا رح يحل مثلا المشكلة اللي تتواجهوها أنكم ما تتقبلوا الرأي الآخر؟ أنا ما أعتقد أن الأحرار والناشطين الحقوقيين والكتاب والمفكرين ومشائخ وأعيان البلد وعظماء اليمن وأيضا المتابعين في أنهم يرضيهم هذه التصرفات من الأشخاص الحمقة أتمنى أن يصل هذا الفيديو إلى أصحاب الشأن ويتم محاسبة ضعفاء النفوس اللي يحاولوا زرع الخوف والقلق في نفوس العائلات والأطفال وإزعاج السلطات في أمور تافهة وغير أخلاقية وهنا يعني أخصص القول لشيوخ وأعيان ريمة وشيوخ بكال وشيوخ القصيع وبني العامري في مسور بالذات يعني كأن اليمن ما أصبحش فيها ولا أي مشكلة كأن اليمن خلاص كملت فيها المجاعة ما فيش كل يوم يموتوا أطفال من الجوع كل يوم يموتوا أطفال من قلة الماء كأنه ما فيش أمراض في اليمن كأنه ما فيش يعني ما فيش أي مشاكل تمشي باليمن ما فيش أحد يتاجر بأعضاء البشر باختطاف الأطفال في القتل العمد ما فيش ما باقي آخر مشكلة في اليمن عشان تصير اليمن كده ها تصير من أفضل الدول إنه يأخذوا نسب ندى الأهدل كده بترتاح اليمن بتصير اليمن بتتوقف الحرب اليمن بترجح أفضل مما كانت عليه بس لو هذه القضية نحلت يعني خلصت كل القضايا في اليمن ما بقاش إلا أنكم تأخذوا لقب من عائلتي بسبب أنه أنا شاركت أفكاري أتمنى أنه يوصل فعلا صوتي إلى كل شخص وأتمنى أنكم تشاركوا هذا الفيديو الأكبر عدد ممكن عشان نحرب هذا العنصرية المقيتة اللي فيها تعالي على الآخرين ويحاول مرضى النفوس الدنيئة أن يروجوا للعنصرية وثقافة الكراهية وتهميش بعض الأسر على حساب أسر أخرى أتمنى أنه يوصل صوتي ويتنحل هذه المشكلة وأنا مؤمنة جدا بتباملكم ومؤمنة جدا في أنكم راح تساعدوني على أنه أحل هذه المشكلة لأن عائلتي ما لهاش أي ذنب باللي أنا أسوي أبدا ما يريد أني أطول عليكم في الحديث أتمنى منكم أتمنى لكم أيام رائعة وأشوفكم في أقرب وقت شكرا